اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نايب القائد العلى نايب الاول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على متانة وتميز علاقات الصداقة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة واستمرارية البناء على العنق التاريخي لهذه العلاقات واهميتها الاستراتيجية نحو كل ما يحقق مصالح البلدين الصديقين ويعزز جهودهما نحو الحفاظ على امن واستقرار المنطقة جاء ذلك لدى لقاء سموه بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة الفريق السير جون لوريمر كبير مستشاري الدفاعي للشرق الاوسط بالمملكة المتحدة والوفد المرافق وقد رحب سموه بالسير لوريمر منوها بسموه باهمية الزيارات المستمرة بين البلدين الصديقين ودورها في تعزيز مسارات التعاون الثنائي البحريني البريطاني خاصة في المجالات الدفاعية والعسكرية مشيدا سموه بما تقوم به المملكة المتحدة الى جانب الدول الشقيقة والصديقة في التصدي لكافة التحديات الامنية والمشاركة الفاعلة في الجهود الرامية الى مواجهة الارهاب والتطرف هذا واستعرض سموه بحضور الفريق الركن ذياب بن صغر النعيم رئيس هيئة الاركان مع كبير مستشاري الدفاعي للشرق الاوسط بالمملكة المتحدة خضايا الامن والاستقرار في المنطقة بالاضافة الى عدل من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك اشتركوا في القناة